عاد عن العبارات التقليدية ببيان اليونيفل نطالب الجميع بممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد كان لفت الاعتراف بأن الحدث الأمني جنوبا يأتي بوقت حساس فبين سلسلة من الاعتداءات اليومية والمتكررة بأكتر من منطقة حدودية على القرار 17-01 من قبل جيش العدو الإسرائيلي أختار ضم الجزء الشمال اللبناني لبلدة الغجر إلى الجزء جنوب السوري المحتل وبين العدوان على مخيم جنين بفلسطين المحتلة ضاعت الطاسة وبقية الأسباب الحقيقية للتصعيد المحدود خفية إرباكه حالة من البلبلة بصفوف جيش العدو الإسرائيلي نعكست نفيا لأي حدث أمني أولا انطلاءا من لبنان ثم تأكيد بوقت لاحق على وقع مدفعية العدوية اللي أطلقت 15 أذيفة مدفعية بيئة تجاه بلدة كفرشوبة اللبنانية ردا على إطلاق صاروخان من سهل المجدية عند الحدود الجنوبية باتجاه الجولان المحتل الأول سقط بالقرب من قرية الوزانة بينما سقط الآخر قرب قرية الغجر الواقع على حدود اللبنانية الإسرائيلية وفي حين لم تعلن أي جهة مسئولية عن إطلاق الصاروخان توقع مسئول أمن إسرائيل وقوف منظمات فلسطينية وراء إطلاق قذائف من لبنان ردا على عملية جينين أصف مدفع إسرائيل طاول مناطق حرجية مفتوحة تبعد كيلومترات قليلة عن المنازل بكرة كفرشوبة وحلطة وكفر حمام سبب بحرائق بالأحراج وسط مخاوف من تمددها بسبب التأس الحار حيث حاول عناصر الدفاع المدني بمركز رشية الفخار المجاورة الوصول إلى موقع الحريق لكنهم لم يتمكنوا بسبب وعورة المنطقة وكثافة الأحراج بصياق متصل وبيظل التطورات الرهنة دعا حزب الله كل من الدولة والشعب إلى التحرك لمنع تثبيت الاحتلال بالقصم الشمالة من بلدة الغجر الحدودية معتبرا أن هذه الإجراءات خطيرة وتطور كبير وفرض أمر واقع وليس مجرد خرق روتينة لا يبقى السؤال هل نحن قادمون على عدم استقرار أمنه من بوابة الحدود الجنوبية؟ نحن قادمون على العائل الوصول إلى جهاز أمستقرار أمنه من قلوة الحدود الجنوبية وفرض أمن الف bore leer hoc